طيب عرضتوا مين وترفض من الاهل يعني من الجهاز الفني يعني لا مش ترفض عشان بس ما نقولاش بالشكل ده احنا عرضنا امام امام عشور كان في الحرس كان لسه في الحرس كان اعارة في الحرس من محلة وكان مفروض ب 2 مليون جنيه تقريبا ويجي من الحرس من المحلة من المحلة يعني كان فيه مفوضاتنا على المحلة وانتوا يدفعوا 2 مليون جنيه ويجي طب ايه اللي حصل بقى يعني سلمنا الحاجات دي للجهاز يعني ما كانش مراء كان كارترون تقريبا كارترون تقريبا يعني بس اقع برضو عشان الناس ما تاخدهاش في سكة تس الناس بتاخد بتقيس امام النهاردة هو امام النهاردة مش هو امام ده طبعا طبعا بس لا كان بايل عليها كابتل النهار ايوة بالضبط انا اقصد انت بقى بتشوف لعب كويس ممكن ترجتيب ايجي كمان اربع سنين مثلا انما الناس هتقول لك ايه ده يعني تم كنا جب لا هو برضو كان هياخد وقته واقول لك حاجة ممكن كان يجي في التوقيت ده ويجي ياخد وقته وانت تقول له لا مش عايزه صح على فكرة ده حصل مع اكرم مع اكرم توفيق اه طبعا قبل ما يكون في امبي لا لما جبنا من امبي اكرم فترة الوانية الناس قالت ايه لأ وعصبي ومتنشل لما طلع ابونا خد وقته في الماتشاط ولاعب اكتر لما رجع اكرم اختلف ايوة بالضبط انا قصد ان انت الرؤية بتاعتك تبقى اللي بعيدش ويه وامام كان مضى اه خصيته كانت مع فضل صراحة اه اكيد انت بتعرف يعني كان مضى اه وفضله كان امامه وكان عده الرغبة ان يكون موجود في الاهل اه اه وبعاكيه الصف كانت امتش روجة نظر فنية الجاذب فني اه يعني ما كانش هو يعني هو كان بركز في حاجات تانية اه ما كانش ده بالنسبة له يعني ما كانش اللعيب اللي يجي يعمل فرق احنا بنتكلم في حتة او هو بتكلم في حتة احنا بنتكلم هو عايز حاجة تسمع النهاردة وانت بتتكلم في حاجة جاية بالزبط طب امام عشور بتقايم زي او رأيك ايه في الصفقة اللي حصلت دلوقتي والضجة الكبيرة حوالين امام عشور وانضماموا النادي الاهلي وهل كان اختيار صائب ان النادي الاهلي يتعقد مع النجم زي ده اللعيب مهم جدا 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 ما انا بقولك بلاش رأيي انا لان انا رأيي قديم قوي لا بس في بقى يعني انا رأيي قبل التطور بالمستوى الفني بتاع امام بشخصية امام انا اصدت التطور يعني انا مختنع بقبل التطور تخيل بعد التطور اه صح فاكيد هبقى شايفه حاجة كويسة جدا ولكن 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 دي مهم مهم جدا هو عايز ايه هو عايز يبقى اهم العيب في مصر ولا عايز يبقى متواجد ده قرارك دي الرغبة بقى اه طبعا ما تقدرش النهاردة ولا حد فينا يقدر يحكم هتنجح ولا مش تنجح طبعا لان في الاخر هي عقلية العيب لان في الاخر كل لعبة مصر لعبة كويسة جدا في مصر جدا يعني ابراهيم سعيد حبيبي يعني انا بحبه جدا جدا انا بشوف ان ابراهيم سعيد ده حاجة فكرة كده ده ده مجاش ده اه يعني ده مجاش ولو دي احسن حاجة ده انا هربي يط في حتة تانية خالص يعني ما نتكلمش بحاش تكلم طبعا بحاش تكلم فكورة يعني طبعا طبعا بس انا بكلمك ان يعني هو بقى عايز ايه انا انا ما اقدرش هقولك النهاردة هتنجح ولا مش هتنجح من المعطيات اللي عندي اللي هو طريقة لعبة اه طبعا انت لازم عندي لالي اه انا لازم عندي التمانيتين وهو التمانتاشر اه هو عنده دي فدي مهمة جدا